وصدق من قال محتكم حضينا وربعطينا فتتوصل الأفراح والمصارات المغرب ولله الحمد من بعد ما ضمننا أننا غد ننضموا كأس إفراقي 2025 وتم الإعلان كذلك على أن المغرب غد ننضم كأس العرب 2029 البارح إخواني أخواتي كانت المفاجأة الكبرى تم الإعلان على أن المغرب غد ننضم كأس العالم 2030 كأس العالم 2030 وما أدراك مع كأس العالم هذه السنة ما شاء الله المغرب حق انتصارات في الكرة انتصارات غير مسبوقة ففي ظرف أقل من سنة نصف كأس العالم لأول مرة لبؤتك تأهله لكأس العالم تنظيم كأس إفريقيا بدون منافس حتى واحد مقدري نفس المغرب تنظيم كأس العالم وكذلك بدون منافس وصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله هو شخصيا من زف الخبر للعالم ولكن إخواني أخواتي في نظركم علاش المالك محمد السادس في نظركم علاش الفيفا معطاتش الفيليبي السادس هو اللي يزف الخبر علاش الفيفا معطاتش لرئيس الجمهورية البرتغالية هذا الشيء اندل فهو كيدلع للوزن والهيبة ديال مالك اللي يخليه لنا والهيبة ديال بلادنا كأس العالم ماشي مباراية كأس العالم فقط بل هو تظاهرة اقتصادية سياسية اجتماعية رياضية وأن الفيفا عطات للمالك ديالنا هو اللي ينقل الخبر للعالم ففيها إشارات فيها رموز للعالم فنراجع الى الجارة الشرقية فخلال التصويت خرج موت سيبي كيتكلم قال باللي 54 دولة غدي يتساند المغرب وخرجوا الهوكيين كيقولوا ابدا نحنا ما غديش نصوطوا على المروق على اساس الى الجزائر ما صوتتش على المغرب صافي المغرب ما كانش اللي غدي يصوط عليه راء كأس افريقيا بدون منافس 22 دولة مقابل صفر كأس العالم بدون منافس احما حدكم حضينا وربعاتنا غدي نشوفوا اخواني اخواتي واحد الجزائري اللي خرج يصخر من الكابرانات وكذلك خرج فرحان بفوز المغرب هاد الشرف دي التنظيم كأس العالم 2030 فنخليكم مع هاد السيد ولكن قبل ما ندخلو يعني الفيديو رجائي منكم كالعادة انكم تدعمونا بلايك ديلكم خصوصا هاد الايام خصنا اللايك خصنا البارتاج خصنا التعاليخ فرجائي منكم انكم تدعمونا على بركة الله نخليكم مع الجزائري عمله صال human ويقوم عليه.. عملين برايو في الدنياه وياتحكو إذا لم يتجد العب الملعب من في الصحراء عنinch іє ا لقد قمت بعمل فيديو هذي ثلاثة ايام وقلتكم عاجل وقلتكم رسميا وكلامنا وكاسف العالم الحمد لله نكون عند حسين جبنا كاس إفريقيا جبنا كاس العالم فكروسة باقي لنا جمع فكروني يا العالم باقي لنا كاس العالم ديال الصلاة باقي لنا شحويجات غرين وهي الدنيا غادية والله على الحادي قال لي لي باتوبلا رجال اي اصحاب الكولاسة والمؤامرة تهدي فيها كولاسة ومؤامرة واللقشع والله لكولسة قال قال الآلم جراء هذا والتالفيفاء كلسه قال Blaze كلسه تكونوا بها الوقش ويجيبوا不知道 م Blood يكونون بها الوقشع ويجيبوا كاس العالم كيف ينفيكم وهدا يطبع للihenاях شاء الله الإطبع اخصى منك لكمS وطوان فرحان فرحان الحمد لله من لبح لنا هذه القناة الأخبار الحصرية والصحيحة الحمد لله نخلطوا ولكن الحمد لله مبروك و ألف مو شيئا أو كسل عالم مجمعه خليوني نزيد واحد شوية ممكن إن شاء الله يديوها لأنه كسل عالم مجمعه وصلوا الناس من نهاية كسل عالم مجمعه كسل عالم مجمعه سوف يدير مجهود ولا يقدر لها أو لا يقدر لها رائع عندك تلعب مئة ألف متفرس تلعب ملعب كبير تلعب ملعب كبير مهم ملعب يكون صرجي دم عليه الغشي يجب دقوة كسل عالم لديك هاهاها أريد هذا المكان سوف تسلعه يحمر لكم يقوم لكم من ملعب كبير من مليون مبروك نحن من أنها كنت تprochen مؤامرة و كلاسة و رفق الوحيض كلنا قلت النهار و الزلق و هل مغرب اجب كسل عالم بالخطور، يموري الخطير بشكل وحوم كثيرا، شعر توليك توركيا. المهيب ما علينا. خليها ذاك الخير متسلوس على ذاك الخير متسلوس على ذاك الخير متسلوس على ذاك الخير متسلوس. والله العائل العظيم ما راكوا فاهمين فيها اول. من تقولوا تجي وتلحكوا على دولة هاي دولة قاعدتكم في طرف سيمانة لكم بتافريكا دي ما عنداش تسيمانة واليوم لكم بدمون. يالبقوا واحد يوم في الدوصية ما كاناش يدخل معاهم. دوصي الواحد. قادر ان يقربا واحد لقشها. الجهاز يقرب على ادخورها. فاهمين يقرب. واحد في افريقيا والاهم في اكثر الالام والاهم كون كون ساحبون. ساحبون وكونوا قوي الترماء وفات فات فات فات. حنا الولا نساحبنا. نعملنا نسيحة في المجمع وصلاحات في نيجيرية تبعتنا والاخرى تبعتنا. قال الوحيد يجب 22 الصوت الزيرو دقونا اعطاونا 22 الصوت الزيرو لا نظروا الصراحة لا نتخبعون عود كاس العالة قال الوحيد قوس النو السعودية هذا يقول نمسك نيش النو السعودية نزع بسعودية نزع فرص تركي يا ويلي ها وشفتوه ما هو اليوم هو الوحيد الوحيد يتبردع ها وشفتوه شوفوا معي الإعلام الجزائري شنو قال على فوز المغرب بشرف تنظيم كاس العالم الفين وثلاثين قال رئيس الفيفا كاس العالم الفين وثلاثين ستقام في ستة دول وثلاثة تقارات مختلفة فإخواني أخوتي هذا الإعلام الجزائري بحالي لك يكدب البلاغ الملكي حين الملك ديالنا قلينا باللي كاس العالم ستنظم في ثلاثة ديال الدول وهي المغرب البرتغال وإسبانيا فنشوفوا بي بي سي شنو كتقول تنظيم كاس العالم الفين وثلاثين إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا يعني ثلاثة ديال الدول سين ان شنو كتقول المروكو بورتغال وإن سبان إلا الدرجة كذلك إتفاق أوروبي إفريقي أمريكي جنوبي لاستضافة مونديال في ستة دول إسبانيا المغرب والبرتغال على أن تشارك الأرجنتين والباراقواي والأوروغواي في الاستضافة إخواني أخواتي غير ما ندوش عليهم لأن قوة الصدمة كانت صعبة عليهم بزاف وبالتالي فهما ما كيعرفوا شنو كيقولوا وكما قال الجزائري أن العزاء في الشرطن وحيدات ثلاثة أيام في الجزائر إذن إخواني أخواتي تحية لكم كبيرة وصلنا النهاية لهاد الفيديو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته